منازل وجسور شبكات كهرباء وإمدادات مياه وعشرات آلاف الأشخاص خلاصة الأضرار التي تسببت بها الفيضانات التي ضربت اليمن منذ منتصف أبريل الجاري إحصائية رصدتها الأمم المتحدة التي أكد مكتبها في اليمن الخاص بتنسيق الشؤون الإنسانية على أن أكثر من مائة ألف شخص لاحقهم الضرر من السيول والفيضانات التي وقعت في أكثر من محافظة يمنية بيان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أفاد بأن السيول أدت لقطع الطرق وتعطل شبكات الكهرباء وإمدادات المياه إضافة إلى انعدام وصول الناس إلى الخدمات الأساسية وبحسب ليزا جراندي منسقة مكتب اليمن فإن السيول التي أدت إلى وفاة وإصابة العشرات وتسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة جعلت عائلات يمنية لا حصر لها تفقد كل شيء كانت اليمن قد شهدت الأيام الماضية سيولا جارفا في عدة محافظات منها عدن وصنعا ومارب نتيجته طول الأمطار الغزيرة في بلد يعاني من ضعف في البنية التحتية وعدم جهزيته لمواجهة الكوارث الطبيعية وهو ما جعل الخدمات الأساسية التي تعاني من الهشاشة والضعف ضحية للسيول كارثة السيول أتت في وضع كارثي تعيشه اليمن نتيجة الحرب المستعرة منذ سنوات والتي خلفت أسوى أزمة إنسانية في العالم بوصف الأمم المتحدة وهي الأزمة التي بات بسببها 80% من السكان بحاجة دائمة إلى مساعدات إنسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر